تشارك وزارة الداخلية في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان حيث وجهت قوافل من الصائرات المتنقلة لتقديم خدمتها الجماهيرية للمواطنين بكافة المحافظات بداية مبادرة رئاسية تهدف لبناء الإنسان المصري من خلال تعزيز الجهود والتنصيق بين الوزارات وكافة جهات الدولة لتحقيق مستهدفات المبادرة وفي مقدمتها جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وانطلاقا من حرص وزارة الداخلية على المساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين تشارك الوزارة في مبادرة بداية من خلال توجيه قوافل من الخدمات الجماهيرية إلى كافة المناطق على مستوى الجمهورية بخاصة نائية منها بما يحقق المرضود الإيجابي من المشاركة في كافة المحافظات أطلقت وزارة الداخلية سيارات الخدمات المتنقلة إلى جميع أنحاء الجمهورية تحت ما ظلت مبادرة بداية برعاية رئيس الجمهورية وبما يمكن المواطنون من الحصول عليها في سهولة ويسرى دون تقايد من نطاق جغرافي محددة نشكر سيات الرئيس على حملة بداية جديدة للإنسان اللي هو حطت لنا عربيات إلكترونية متنقلة في كل الميادين وفي كل المولات اللي هي بسهل علينا كلنا يستخراج أوراقنا الرسمية أنجزت معايا وقت بصراحة أنها جنب شغلي على طول فأنا يدوب خمس دقايق بس فأنا شايف أنها مفيدة جداً جداً أنت خير اللي أنا عاجة أرخص العربية وأفحص كل ده في عشر دقايق رخصة تلقيتلي العربات منتشرة في كل حتة وبنشكر سابت الرئيس على الحملة الجميلة دي وإن شاء الله تكون بداية جميلة لكل حاجة أيها شكراً مش كفاية شكراً مش كفاية نور جديد كنت البداية تحيا مصر هنعلى بيها إشادة كبيرة من المواطنين بجودة الخدمات الجماهرية التي تقدم من خلال مبادرة البداية والتي تعد نقطة مضيئة وعلى مفارقة لإحداث تغيير جوهري في بناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً وتوفير الخدمات اللائقة له بشكل ميسر وحضاري بوجه الشكر لحملة البداية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالبتاح السيسي إنها قربت من بيوتنا وقربت لنا الخدمات كلها وسهلت علينا حاجات كتيرة جداً بشكر سيد الرئيس على الحملة الجميلة وعلى وزارة الداخلية والدور اللي بتقديه دايماً كده سند للمواطنين وسند لمصر والحمد لله لقينا خدمات جميلة ومتوفرة وسهلة وسلسة حققت الحلم فعنا رسمت طريقة حقيقة هي بداية لنا هي بداية جديدة حياة لنا حياة كريمة مصر جديدة بنا أجيال والخير مالينا حلم أنا شايف أن مبادرة البداية حياة جنيلة جداً وأنها بتساعدنا طبعاً أن نخلص أوراقنا بسرعة ونخلص حاجاتنا بسرعة وكويس أنها بتكون في الشارع عشان أي حد يقر يوصل لها مساهمة وزارة الداخلية في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري تنبع من الدور الإنساني والاجتماعي الذي تنتهجه الوزارة وتكامله مع جهود الدولة لتحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين بكرة إياكم نساعد قيد في إيده الكل الواحي